تعالوا نشوف ونتابع سوى لقاء زملتنا هديرة بوزيد مع النجمة كارول سماحة واللي أحيت حفل كبير مبارح في إطار فعاليات المهرجان نتابع ونرجع تاني مع حضراتكم لسا مستمرين مع حضراتكم مهرجان العالمين في نسخته الأولى وفي حضرة صوت اللبناني العظيم والروح المصرية الجميلة والصوت اللي فكرنا بزمن الرحبانية نهاردة في مهرجان العالمين نحن صهرانين مع النجمة المطالقة كارول سماحة أهل بتي هدير مساء الخير تنورانا في العالمين مرسي ده بيتي أنا أهلي هوني بيت بمصر أنت عايشة في مصر حقيقة وإحنا بنتشرفين بوجودكم ووجود كل نجوبنا لبنانيين مرسي وأنا عارفة أنه يعني أنت نوصك دلوقتي مصري ونوصك لبناني ولبناني صح صح أنت بعضتك عن مدينة العالمين من تعتما وصلت أنا متفاجأة على التطور الفضيع اللي عم بيصير بمصر أنه أول ما عشت واتجوزت بمصر من عشر سنين لغاية دلوقتي تطور فضيع بكل المجالات أما العالمين دي حاجة تانية ده أنا حيقوله بعمل إعلام مباشر بس لأ بجد يعني أول ما بتوصله العظمة بالعمارات بالبناء بالمكان بجمال البحر شي كتير حلو ومبسوطة أكتر بالسيط اللي عملوا المهرجين من أول نسخة وأنا كتير بفتخر أني أنا عم شارك بأول نسخة وبشكر المتحدة أنه داعيتني على أول نسخة من مهرجين العالمين محضرة إيه للجمهور النهاردة في المحضرة؟ محضرة حاجات بيحبوها جدا أكيد فيه القديم والجديد الحاجات طبعا الجامدة أدوق شورة أنا شايفة طبعا أكيد فيه من آخر هتات القديم يعني بقى هتس النهاردة هتكون ليلة هتس على المسرح إزاي شايفة أنه مهرجانات الغنائية بالحجم اللي حصل في دورة المهرجين العالمين الدورة الأولى بتفرق مع الأماكن الساحية جديدة زي العالمين أكيد أول شيء هده بتساعد لسياحة البلد بتساعد أنه الناس اللي عايشة برات مصر تعرف شو فيه أماكن حلوة بمصر حتى أنا يعني باعتبر حالي أنا لأن نص مصري صرت عايشي هون وجوزي هون في أماكن لغاية دلوقتي قد ما بلد سملة كبير مصر كل يوم أو كل أسبوع بيكتشف أماكن جديدة أنا نفسي أني أروح لها فبرافو أنه هلأ سمع كتير منطقة العالمين الجديدة سمعت جدا بكل البلدان والناس اللي عندها حشرية أكتر تجي تشوف استعداداتك للمهرجان واستعداداتك لمقابلة الجمهور كل مرة روتين بتاعك بيكون عامل إزاي؟ أنا بعشق الناس وبعشق المسرح وبحب كتير اللقاء بيكون أبحس المسرح ومكاني بيتي المسرح الغنائي ولا المسرح المسرح؟ كله تبتكتبي أغاني منه أنت صغيرة وبتمثلي وبتغني لأ أقرب لقلبك وللسماحة بصي أنا يعني كل واحد عنده متعة مختلفة النهاردة بحلو أنه عبغني أغاني الناس حفظتها وبترددها معي وبالمسرح الغنائي فيه متعة تاني لأنه بيكون بيجمع التمثيل والغناء والرأس وكل إزاي بديك المقاومات كاي بكرر سماحة بتحضر إيه جديد؟ وهل فيه مفاجآت خاصة بالحفلة النهاردة في العالمين؟ الجديد أه طبعا فيه سنجل مصري بس لسه يعني مش دلوقتي بعد الصيف بجهز له وبسجل أغنية قريب وبعمل شفت بكلبك مصري بس هو سنجل مصري أه مقسوم دي هيك سكوب أولى طب مقسوم ده كان يليق مع الصيف قوي ليه متأخر؟ معلش أتأخرت عشان ألاقي الأغنية المناسبة بيبقليك يعني معايير خاصة في اختيار الأغاني؟ أكيد مش كل مقسوم بيليق على أي حد ففيه منوع مقسوم بيليق علي أكتر من غيره فكنت بدور على المقسوم ده وهيكون من كلماتي أنا فيعني حتى بقى مفاجآ عندك وقت مع الأمومة دلوقتي إنك تكتب لي كلمات؟ طبعا الفن بياخد كتير من وقته مثل الأمومة أكيد شايفة إزاي حياتك بعد الأمومة اختلف؟ بعد الأمومة صارت أعمى وصارت فيها سلام أكتر عشان هيك عشت الأحساس الأمومة اللي أنا كنت بحلم فيه فقدر أعمل توازن بين الاثنين بين الأمومة وبين الفن وهذا الشي حلو لما المرأة تقدر توازن بين شغلة وبيتها صحيح أحلى حاجة النهاردة أن أنت بنورونا في مهربين العالمين مرسي هدير منتظرين السنجلي الجديدة شكرا إن شاء الله رايزنا في أي حاجة إكسكلوزيف عن السنجلي الجديدة إكسكلوزيف قلتلك أنا كذبة الكلمات أنا كذبة الكلمات صح؟ هتنزل إمتى؟ إن شاء الله يعني نقول لشهر عشرة إن شاء الله في انكزرها مرسي شكرا، وشكرك شكرا建زيلا وفي الحفلة منتظرينك تكسري الدنيا حله يا رب تنسматril سرحن وشكرك شكرا Palajali علىофر咱ottoك معنا مرسي حبيثي شكرا ترجمة نانسي قنقر